جزء ان صالح جمعة يمشي علشان خطر يشوف كهربا يلبس رقم عشر ولا لأ وان الستربايلر قرر رقم كهربا يأجله علشان يشوف بقى تقرير المستبعدين ايه هو اعتقد ان هو يعني كلام نجا ما عدوا لعيبة كبيرة جدا ولعيبة يعني مخراها كبيرة واعتقد ان عمر الرقم ما هيكون اسمة بالنسبة لأي لعب كورو القدم هو بيروح الفريق او بيمضل الفريق اللي هو رايحه ده بيكون اهم شيء موجود في حياته لكن الرقم ده امر سهل جدا وامر طبيعي جدا وامر عادي جدا جدا ما بيكونش فيه اي مشاكل ابدا زي ده لما راح ريال مدريد لبس رقم خمسة وبعد كده رقم خمسة طلع موضة لكل اللعيبة البلايميكرز كابتن ابوتريكا لبسوا مع منتخب مصر وكتير من النجوم بدأوا ان هما يلبسوا رقم خمسة بعد ما كان رقم مدافع بقى رقم اهم واحد بلايميكر جيف تاريخ العالم كله هو زين الدين زدام اما بقى رقم اربعة اللي لابسه محمود متولي ورقم اتناشر اللي لابسه اي من اشرف ما اعتقدش ان لاعب بحجم كهربا ان هو ممكن يطلب حاجة زي كده او يبقى موضوع الارقام هو سبب في يعني زي كده كلام او راغي كتير ممكن يتقال جوه غرف خلع ملابس للنادل الاهلي كهربا جاي عنده هدف واحد يعني يلبس اي رقم يلبس اللي يلبسه لبس واحد لبس صفر لبس تسعة وتسعين لبس متين كل الارقام اللي تتلبس وبتطبع على ظهر لاعب كرة القدم هي ما مغرض الا يعني اجراء روتيني لكن المهم التيشيرت هو لبس تشيرت الاهلي وعليها بجنات الاهلي خلاص كده موضوع خلص اي رقم وراء بقى يعمل اللي يعمله اهم حاجة كهربا عنده هدف واحد بس انه هو يحقق انجازات تاريخية جماعية وشخصية لي والكل النادي الاهلي وايضا لجمهور النادي الاهلي اهم